طبعاً زي ما قلتلكم في دات الحلقة صابت بيرسيتاو أعلن عنها هوجو بروس مدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا والقصة والسيناريو زي ما حكيته لحضراتكم بالمناسبة اتحاد الكرة احنا عندنا أجندة مزدحمة جداً وخصوصاً أنه النهاردة تم الإعلان عن مباريات الكاس المؤجلة بسبب مشاركة أندية المصرية بيرمتز والزمالك والأهلي في مباريات أو الارتباطات الدولية مع منتخبات مصر وبالتالي اتأجلت مطشاط الأهلي والزمالك وبيرمتز في بطولة الكاس وتم الإعلان عنها أنها تتلعب إن شاء الله في شهر يوليو دول 32 احنا هنلعب الألومنيوم اعتقد الزمالك هلعب النصر بيرمتز هلعب بروكسي أو العكس مش فاكر يعني لكن اللي يخصينا احنا مبارات الألومنيوم هتتلعب في شهر يوليو إن شاء الله بإذن الله اعتقد أنه الأهلي هيلعب الجمعة 29 يوليو فالأجندة صعبة شوية سواء بطولة الكاس أو مؤجلات الدولي فالتحاد الكرة بدأ يخاطب الاتحاد الأفريقي عشان يسأل عن موعد ومكان بطولة السوبر الأفريقي اللي هيشارك فيها الأهلي بطل دولي الأبطال والزمالك بطل كونفيدرالي عشان يرتب على أساسها المطشاط أو المؤجلات أو متى بقى من عمر المسابقات بقى سواء كاس بالتأكيد مش هيكمل السنة دي يعني كاس هيترحل للسنة الجاي لكن في النهاية هتلعب ممكن دور الـ 32 ممكن دور الـ 16 مش عارف ممكن نوصل للـ 8 ولا لا لكن في النهاية مطشاط الدولي لازم هتكمل هتكمل فبالتالي اتحاد الكرة محتاج يعرف هل فعلا كما أعلن قبل كده أنه مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك هتتلعب ما بين أو في الفترة ما بين 25 و 30 يونيو يعني آخر الشهر ده وأنا قلت لحضراتكم أنه القصة دي تقريبا سيناريو شبه مستحيل بس في النهاية مفيش اختار رسمي مفيش مخاطبات رسمية تأكد أو تنفي أنه المباراة هتتلعب في نهاية الشهر الحالي فبالتالي اتحاد الكرة خاطب رسم بشكل رسمي اتحاد الأفريقي وقال له المباراة هتتلعب امتى وهتتلعب فين عشان نقدر نحضر ما تبقى من ارتباطات في الموسم المحلي في مصر وأنا بقول لكم أغلب الظن المباراة هتتلعب في شهر سبتمبر القادم